قرار اللي خرج من الحكومة بمسألة انه ما بقاش فيه عربيات نقل التقيل على الطريق الدائري خالص وتكلم معنا على متحدث باسم الحكومة النهاردة خرج قرار تاني من رئيس الوزراء مرتبط بمسألة حظر سير العربيات النقل التقيل اللي حمولتها ازيد من خمسة طن على الطريق الدائري ده المفروض انه حيبقى مسموح لهم انهم يمشوا ست ساعات بس طول اليوم من منتصف الليل غاية ستة الصبح من ستة الصبح الاثناشر بالليل اللي بعدهم ممنوع او منتصف الليل ممنوع تماما انهم ما يمشوا وفقا للقرار بقى فحيبقى في غرامة مش اقل من 1000 جنيه ومش هتزيد عن 3000 جنيه للمخلفات وده اعتبارا بس اه برضو ده اعتبارا من يوم 15 سبتمبر